في موكب جنائزي حزين شيع جثمان العميد الركن أحمد صالح شملان قائد اللواء الثالث حرس جمهورية الأسبق في العاصمة المصرية القاهرة الذي وافاه الأجل في أحد مستشفياتها بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية رحم الله الوالد رحمة الأبرار فقد كان مثلا للقائد الجسور الذي تولى عدة مناصب في القوات المسلحة القوات المسلحة والجيش اليمني الذي كان أحد ثمار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وكان تكملت ربيع الجيش واكتماله في عهد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله زعيم الأحرار ورحم الله رفيق دربه عارف الزوكة كما أتقدم بآيات الشكر لكل من عزانا سواء حضر أو عن طريق الاتصالات نظرا لأننا في القاهرة وعلى رأسهم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح والعميد الركن طارق محمد عبدالله صالح والعميد الركن عمار محمد عبدالله صالح وأحسن الله عزاء الجميع المشيعون عبروا عن حزن من شديد لفراق قامة عسكرية فذة حيث كان أحد القيادات العسكرية الكفأة والمخلصة والذي بذل نفسه خدمة للوطنية من خلال المواقع التي تقلدها والتي من أبرزها أركان حرب الشرطة العسكرية وقائدا للواء المضلات وقائدا للواء الثالث مدرح حرس جمهوري بالنهدين وقائدا للواء الثلاثة وثمانين مدفعية بمعسكر السواد وقائدا للواء الثلاث مدرح حرس جمهورية بمحافظتي ذمار وإب الفقيد شملان كان مثالا للضابط الملتزم الذي ينفذ توجيهات رؤسائه بكل اقتدار وانضباض ما جعله يحظى باحترام وتقدير جميع زملائه ورفاقه من الضباض والجنود في جميع الألوية التي عمل بها حيث تعددت أدواره مع رفاقه في المؤسسة العسكرية التي عمل بها بتفاني وإخلاص في كافة المسؤوليات التي أوكلت إليه وتقدم الفقيد شملان صفوف انتفاضة الثاني من ديسمبر التي دعا إليها الزعيم علي عبدالله الصالح وقدر له أن يودع الوطن في التوقيت نفسه أواخر ديسمبر من العام 2020 تخلى لهم ثلاث سنوات من النضال في صفوف المقاومة الوطنية بالساحة الغربية حيث كان من أوائل منضمين إليها والمشاركة في عمليات التحشيد والتعبئة والتجيز لصالح المعركة الجمهورية ضد ميليشيا الحوثي التي ما تزال حتى اليوم فتحة إلى روح بالسماح لربنا يرحمه رحمته واسعة جميعا برضو إن شاء الله جماعة كل واحد سرا كده يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته عند السؤال يشار إلى أن أسرة الفقيد طرت لموارات جثماني في القاهرة بدلا عن دفن في مصد رأسه بمديرية سنحان في محافظة سنعاء لأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض طوقا أمنيا على المديرية حتى وصل الحال بها لدرجة أنها منعت إقامة مجلس عزاء الفقيد في مخالفة للأعراف والتقاليد المعمول بها في اليمن أمين العتيبة اليمن اليوم